اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية اعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من الرباط استنافى النشاط القنصلي مع المغرب بشكل كامل وذلك بعد التوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين بسبب قرار فاريس خفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة وقالت مسؤولة الدبلوماسية الفرنسية خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة قالت ان الزيارة التي يعتزم الرئيس الفرنسي القيام بها بداية العام المقبل ستشكل بداية لمرحلة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على حد قولها من جانبه قال بوريطة انه بحث مع نظيرته الفرنسية سبل اعادة احياء التعاون الثنائي بين البلدين بالاضافة لعدد من القضايا الاقليمية من الرباط وفي اول زيارة رسمية لها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تعلن نهاية ازمة التأشيرات مع المغرب بعد ان دامت لازياد من سنة المغرب شريك استثنائي لفرنسا وهناك علاقة فريدة بين البلدين التشاورات اليوم كانت مكثفة وثارية حول مواضيع مختلفة وسنواصل التشاور كان هناك تقارب في وجهة النظر حول الكثير من الملفات وخلال لقائها بنظيرها المغربي جددت المسؤولة الفرنسية التأكيد على موقف فرنسا تجاه قضية الصحراء المغربية وعلى رغبة البلدين المتبادلة في تطوير مستوى الشراكات والتعاون هناك ارادة مشتركة لنظر نحو المستقبل وتقارب وجهات النظر سيمكننا من السير نحو المستقبل معا وهذه الزيارة دليل على رغبة فرنسا في تحقيق علاقات متينة بين البلدين على المدى البعيد فرنسا كانت دائما إيجابية في مواقفها والحاجة إلى التكيف مع المتغيرات قائمة وموضوع على الطاولة المغرب لم يعتبر يوما بأن موقف فرنسا سلبي بخصوص قاضية الصحراء المغربية مواقف وإشارات من الجانب الفرنسي تعكس بحسب القراءات رغبة باريس في تجاوز الخلافات الأخيرة والإكرهات الزيارة سترتب لأجندة زيارة مرتقبة لرئيس الجمهوري الفرنسي إلى المملكة المغربية وينتظر خلال هذه الزيارة أن يتم الإعلان عن موقف متقدم لفرنسا يواكب المواقف الأوروبية الداعمة لمغربية الصحراء ويرتقب أن يقوم الرئيس الفرنسي بحسب وزيرة خارجيته بزيارة رسمية إلى المغرب مطلع العام المقبل تعد فرنسا شريكا تاريخيا وتقليديا للمغرب شركة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الملاءمة والتطوير بما يتماشى ومواقف المغرب المعبر عنها مؤخرا فيما يتعلق بعلاقاته بشركائه علاقات يريدها المغرب أن تكون مبنية على الطموح وعلى الوضوح فدو مرابطي قناة الغد الرباط ينضم إلينا ضيفنا من الرباط عبد الفتاح البلعمشي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي أهلا بك معنا في حصة مغاربية سيد البلعمشي الغيوم هل بدأت تنقشع بين المغرب وفرنسا؟ يبدو أن زيارة الصيدة وزيرة الخارجية إلى الرباط هي إعلان عن بداية جديدة في العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية لا سيما أن الآوينة الأخيرة عرفت مجموعة من التطورات ويشير مجموعة من المراقبين والباحثين على أن هناك تغير في المواقف الفرنسية وإن بشكل غير معلن في العلاقة مع المغرب وهناك توتر معين منذ الإقرار الأمريكي بمغربية سحراء من جهة ومنذ اختيار المغرب منذ سنة 2017 للانضمام للاتحاد الإفريقي وسياسته في إفريقيا كل هذه المواضيع تتار في تقارير إعلامية وتتار لدى المحللين اليوم ربما فرنسا هي في موقف تحاول أن تستعيد العلاقات مع دول شمال إفريقيا عموما والمغرب تحديدا بالخصوص أمام ما لاحظنا من صريحات الالتحاد الأوروبي يوم أمس من قبل هذه الأيام من قبل الرئيس ماكرون حينما تحدث عن السياسة الأمريكية في دعم الشركات الأمريكية ووجود منافسة حقيقية للشركات الأمريكية للأوروبيين بمعنى أن المغرب هو الشريك الأول بالنسبة لفرنسا هي الشريك الأول بالنسبة للمغرب في الاتحاد الأوروبي وهي تحاول أن تحافظ على مصالحها من جهة ولكن ثمن لا بد أن يكون كذلك على حساب المصلحة الوطنية العليا للمملكة المغربية وأيضا ما أشار له جلالة الملك في خطاب العرش حينما تحدث على أن قضية الصحراء هي النظارة التي ينظر بها المغرب إلى علاقات الخارجية وهي محدد في سياسته الخارجية كانت فرنسا تريد الاعتراف الكامل بمغربية الصحراء مثلما نفهم من كلامك أو تذهب في هذا الاتجاه يعني لماذا لا تعلن ذلك؟ ما الذي يمنعها من الاعتراف بذلك؟ فرنسا مؤخرا من خلال مجموعة من المواقف ومجموعة من التصريحات الإعلامية هي لم تتخلى على الموقف المبدئي فرنسا داخل مجلس الآمن كانت دائما إلى جانب الشرعية والمشروعية التي يسعى إليها المغرب بمعنى أنها وإن لم تكن تقر بمغربية الصحراء بشكل واضح إلا أنها ليست في الصف النقيد لكنها في منطقة رمدية لو سمحتني سيد بالعمش على المقاطعة فرنسا هناك من يراها في المنطقة الرمدية لم تعترف مثل ما تريد المغرب تماما وفي الندوة الصحفية كذلك هناك الكثير من الكلام الذي قالته سيدة وزيرة الخارجية على أن فرنسا كانت من السباقين لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب وكانت من الدول التي تحاول تطويره ولكن نحن نتحدث عن سياق اليوم عن سياق فيه عودة حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية إلى القرى الإفريقية ونتحدث كذلك عن ما يمكن أن نعتبره تراجع للنفوذ الفرنسي في دول غرب إفريقيا ونلاحظ بأن كذلك الفرنكوفونية والتراجع عن اللغة الفرنسية في مجموعة من الدول سواء في الأنظمة البداغوجية أو في التعاملات الإدارية في مجموعة من الدول كل هذه الأمور هي تهدد الوجود القوي لفرنسا والدول الذي تقوم به لمصلحة أوروبا تحديدا ولمصلحة الدول الغربية عموما في هذه المنطقة ناهيك عن التغلغل الصيني من الناحية الاقتصادية والحضور الروسي كذلك من الناحية الأمنية بمعنى أن فرنسا تحاول أن تسترجع مناطق النفوذ التي عهدتها ولكن حينما نلاحظ كذلك بالأمس فقط القمة الأمريكية الإفريقية والمخرجات التي أتت بها كل هذا يجعل من فرنسا إما أن تدخل في منافسة غير متوقعة مع دول عظمى أو أنها تنخرط في هذه الاستراتيجية الدولية الجديدة التي تعيد التوازنات في منطقة شمال إفريقيا أخيرا سيدة بالعمشي من الواضح بأن هناك رغبة فرنسية لتجاوز خلافات الماضي ما لم تؤيد فرنسا الموقف المغربي بالكامل في ملف الصحراء ما مصير تجاوز هذه الخلافات بالفعل أظن أن فرنسا بالخصوص أمام تصويتها في مجلس الأمن في آخر قرار متعلق بقضية الصحراء المغربية وأمام التوتر الذي كاد أن يهدد العلاقات بين المغرب وفرنسا بهذه الخطوات الجديدة للديبلوماسية الفرنسية والإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس ماكرون أعتقد أن القادم سيكون أفضل ولكن ليس مطلوبا كذلك أن يكون هناك موقف قوي جدا على اعتبار أن السيد وزير الخارجية في الندوة الصحفية تحدث على أن فرنسا هي أقرب إلى هذا الملف ويجب أن تسعى إلى المساهمة في حل هذا الملف الذي تعرف خباياه بشكل جيد باعتبارها قوة إمبريالية كانت تستعمر المنطقة في السابق شكرا لك من الرباط عبد الفتاح البلعمشي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي شكرا لك شكرا لك